دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شاهد مبارح مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد ومحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ وده الاستخدام مساحات من الأراضي في الوادي الجديد لصالح هذه المحافظات البروتوكولات دي متعلقة بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاثة وده ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجهزة للاستصلاح الزراعي مبارح دكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء أشار للزيارة اللي قام بها وفد فرنسي لمصر برئاسة برونو لومار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي اللي تم خلالها التوقيع على مجموعة اتفاقات بخصوص التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات عدة رئيس الوزراء أشاد باللي أكده الوزير الفرنسي بأن التعاون الاستراتيجي القوي بين البلدين وكذلك توقيع الاتفاقات اللي وصلت ما بينهم من خلال القرارات الشجاعة اللي أخذتها مصر خلال الخمس سنين اللي فاتوا خصوصا خطوات الإصلاح الاقتصادي واللي أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة للاقتصاد في ذات السياق دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى أيضا دكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي والسفير أسامة نقه لسفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جماعة الدول العربية في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنماء الاقتصادية دكتور مصطفى أكد أن اللقاء بيأتي في إطار الجهود المبذولة لدفع وزيدة الاستثمار بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري بهدف استثمار حالة الزخم في العلاقات المصرية السعودية اللي حققها اللقاء المهم اللي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من مدينة شرم الشيخ واللي شهد توافق في الرؤى عن مجموعة من القضايا وتطوير العلاقات المشتركة كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقم بارح جون كاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ رئيس الوزراء أشاد بالعلاقات الاستراتيجية اللي بتربط مصر والولايات المتحدة على مدار العقود المناضية وكمان طبعا جون كاري من أسامي تقيلة في السياسة الأمريكية وكان وزير خارجية قبل كده للولايات المتحدة الأمريكية يعني ليباع طويل في المنطقة وقال كمان إن الولايات المتحدة الأمريكية شريك هام ومحوري لمصر وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على التنصيق المشترك عالي المستوى بين البلدين خلال الفترة الأخيرة خصوصا في الأحداث الأخيرة في فلسطين وفي قطاع غزة واللقاء تم خلاله استعراض جوانب التعاون بالمصر والولايات المتحدة في موضوعات البيئة وتغير المناخ بالأخص في ضوء اللي عرضته مصر لاستضافة الدورة السبعة وعشرين لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية في عشرين اتنين وعشرين ترجمة نانسي قنقر